أدى الألاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد اليوم في استعراض لدعم الصدر الذي دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبلة واحتشد الألاف من أنصار الصدر خارج البرلمان لإقامة صلاة الجمعة هناك وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء فيما ارتدى آخرون عباءات بيضاء ترمز إلى الأكفان واستعدادهم للموت وكانت السلطات الأمنية والعسكرية في العراق أعلنت حالة من التأهب والاستنفار الأمني واتخذت إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء والأبنية الحكومية والجسور والشوارع الرئيسة